بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم أبنائي الطلاب والطالبات في درس اليوم من مادة رغتي للصف الثاني تهيلي فكري أبنائي بإذن الله اليوم سنتعلم مهارات جديدة في مادة رغتي نحاول أن نحقق مزيدا من الهداف في المادة لكن تذكروا دائما أن نلتزم بالتعليمات الخاصة بالدرس أولا يجب أن نكون في مكان هادئ تماما بهضاء جيدة وتهوم مناسبة حتى نتمكن من المتابعة مع المعلم كذلك احرصوا أن يكون بصحبتكم أحد أفراد الأسرة البالغين لمساعدتكم في عملية التعلم أيضا لا تنسوا أن يكون كتاب المادة معكم مادة رغتي وقلما حتى نتمكن من حل التدريبات في الكتاب سويا درسنا اليوم أبنائي هو عن كيف نرتب أحداث قصة كيف نكون قصة كيف نرتب أحداثها حتى تكون قصة جميلة ومثيرة للانتباه أولا القصة هي عبارة عن مجموعة من الأحداث أو الأفعال التي تم سردها بشكل بحيث تؤدي إلى غرض معين أو هدف معين منها هدف تعليمي هدف الإثارة والمتعة هذه كلها تدور حول أهداف القصة إذن القصة مجموعة من الأحداث أو الأفعال مجموعة من ماذا؟ من الأحداث أو الأفعال التي تسرد بهدف المتعة والإثارة إذن تم سرد القصة إما بهدف تعليمي أو بهدف المتعة والإثارة الآن سنتعرف على مثال على قصة موجودة لديكم في الكتاب ثم سنحاول أن نتعرف على هذا التعريف من خلال القصة لديكم هذه القصة موجودة عندكم في الكتاب يمكن أن تفتحوا الكتاب على هذه القصة حتى نتابع سويا سأقوم بقراءة القصة ثم نتعرف على تفاصيل هذه القصة الأحداث والشخصيات وموضوع هذه القصة حاولوا أبناء عندما تستمعوا إليه أن تضعوا إصبعكم على الكلمة التي تستمعون إليها من المعلم حتى نتمكن سويا من فهم القصة بعد يوم من ممطر قررت فاطمة أن تصنع عشا للعصفور من المطار فأخذت ألواحا من الخشب ثم بدأت في تركيب الألواح باستخدام المطرقة والمسامير بعدها لونته بلونها المفضل وهو اللون الأحمر بعد أن جف قامت بتعليقه على جذع الشجرة لتلجأ إليه العصافير في وقت المطر هذه القصة تدور أحداثها أولا سنتعرف على أحداث القصة والشخصيات الموجودة في القصة لاحظوا أن القصة تتكلم عن موضوع معين كما ذكرنا قبل قليل مجموعة من الأحداث أو الأفعال يتم سردها بهدف المتعة والإثارة هذه القصة فيها مجموعة من الأحداث فيها مجموعة من الأحداث أولا القصة تدور حول فتاة اسمها فاطمة حول فتاة ما اسمها؟ اسمها فاطمة تستطيعون أن تستخرجوا كلمة فاطمة من القصة؟ ضعوا يصبعكم على كلمة فاطمة فاطمة أحسنتم هذه بطلة القصة التي سندرسها اليوم طبعا فاطمة كانت في مدينة بها مطر لاحظت فاطمة أن العصافير تتبلل عندما يسقط المطر فقررت فاطمة أن تساعد العصافير وتصنع لها عشا والعش هو البيت الذي تسكن فيه العصافير قامت فاطمة بأخذ مجموعة من الأدوات التي تساعدها في صنع هذا العش ماذا أخذت فاطمة من أدوات؟ أخذت ألواح الخشب والمطرقة والمسامير حتى تقوم بصنع هذا العش الجميل تلاحظون في الصورة أمامكم على الصبورة باللون الأحمر هذا هو العش المبني الذي قامت فاطمة ببناعه حتى تسكن العصافير فيه طيب عندما أخذت فاطمة ألواح الخشب وبدأت بتركيب العش قامت بصناعة هذا العش قامت فاطمة بصناعة ماذا؟ قامت بصناعة عش للعصافير استخدمت المطرقة والألواح لصناعة هذا العش بعدها لونته بلونها المفضل ما هو اللون المفضل لفاطمة؟ ما هو لون العش؟ لون العش اللون الأحمر أحسنتم كما تشاهدون أمامكم في الكتاب أو في الصبورة إذن قامت فاطمة بطلاء العش باللون المفضل لها وهو ماذا؟ وهو اللون الأحمر طيب بعدما جف انتظرت فاطمة حتى جف الطلاء من على هذا العش الصغير ثم قامت بتعليقه في جذع الشجرة لتلجأ العصافير إليه في وقت المطر إذن قامت فاطمة بوضع هذا العش وتعليقه على جذع الشجرة كما تشاهدون أمامكم في الصورة قامت فاطمة بتعليق هذا العش على الشجرة إذن هذه يا ابنائي كانت الأحداث التي رتبناها في هذه القصة أولا شخصيات القصة الشخصية الرئيسية في القصة ما اسمها؟ ما اسم الفتاة في القصة؟ اسمها فاطمة أحسنتم طيب القصة تدور حول ماذا؟ ما هو موضوع القصة؟ موضوع القصة فاطمة والعش عش العصافير الذي قامت ببنائه حتى يحمل عصافير من المطر إذن هذا مثال أبنائي على القصة وهو موجود عندكم في الكتاب كما ذكرنا طيب لدينا نوعان من القصص سنتعرف عليها في درس اليوم لدينا كم نوع من القصص نوعان؟ في قصة خيالية وقصة واقعية طيب وش هي القصة الخيالية؟ ما هي القصة الخيالية؟ القصة الخيالية هي القصة التي تدور أحداثها حول ماذا؟ وشخصياتها من خيال الكاتب ليس لها وجود يعني كاتب القصة يفكر ويتخيل قصة معينة ثم يرسم أحداثها ويكتب قصة عن هذا الموضوع مثال القصة التي قبل قليل ربما تكون قصة خيالية من خيال الكاتب هناك فتاة قامت بصنعش للعصافير حتى تقيها من المطار فكر الكاتب في هذه القصة ثم قام بسرد أحداثها وكتابتها طيب القصة الثانية أو النوع الثاني من أنواع القصص قصة واقعية ما معنى واقعية؟ أي أن أحداث هذه القصة وقعت بالفعل مثال قمت أنت وعائلتك بالذهاب إلى مكة لأخذ عمره ثم عندما عدت قررت أن تقص هذه الرحلة على أصدقائك داخل الفصل فتقول في الإجازة ذهبت أنا وأبي وأمي إلى المطار وتوجهنا إلى مدينة جدة ثم ركبنا القطار وتوجهنا إلى مدينة مكة المكرمة وقمنا بأخذ عمره ثم عدنا مرة أخرى بالقطار إلى جدة ثم ذهبنا لزيارة الأقارب وذهبنا لنزهة بحرية أو لنزهة على البحر ثم عدنا مرة أخرى إلى المطار وعدنا إلى مدينة الرياض هذه قصة واقعية لماذا؟ لأن قمت بسرد أحداث واقعية حصلت معك عن زيارتك لمدينة مكة أو عن ذهابك إلى الحديقة في نهاية الأسبوع أو غيرها من الأحداث التي ممكن أن تكون صارت معك إذن هذه قصة واقعية إذن لدينا نوعين من القصص قصة خيالية قصة واقعية القصة الخيالية تكون أحداثها غير حقيقية ولكن من خيال الكاتب أما القصة الواقعية فتكون أحداثها واقعية طيب ما هي عناصر القصة؟ تكلمنا قبل قليل في قصة فاطمة والعش أن القصة لها مجموعة من العناصر تتكون منها أريدكم أن تفتحوا الكتاب على قصة فاطمة والعش ثم ننظر هل هذه العناصر متواجدة فيها أو لا أول عنصر من عناصر القصة الفكرة الفكرة التي تدور حولها هذه القصة ما هي الفكرة؟ الفكرة تدور حول الفتاة فاطمة ومساعدة العصافير وصناعة العش لهم هذه فكرة القصة إذن القصة تدور حول صناعة العش الذي يقل عصافير من المطر طيب الأحداث ما هي؟ ما هي أحداث القصة؟ أنه عندما سقط المطر ولاحظت فاطمة أن العصافير تتبلل من المطر قررت أن تقوم بصناعة عش لهذه العصافير حتى تختبئ فيه ويحميها هذا العش من المطر ممتاز إذن هذه أحداث القصة طيب السرد؟ السرد هو ترتيب القصة من بدايتها إلى نهايتها بحيث تكون مرتبة بحيث تكون القصة مرتبة لا يسبق حدث الحدث الآخر الزمان والمكان أي الزمان الذي وقعت فيه القصة والمكان مثال ذهبنا إلى مدينة جدة في عطلة نهاية الأسبوع إذن الزمان هو عطلة نهاية الأسبوع والمكان هو مدينة جدة ثم تدور أحداث القصة التي نريد أن نحكيها الأشخاص هم الأشخاص الموجودين في القصة مثالنا السابق كانت من البطلة التي قامت بصناعة العش ما اسمها؟ فاطمة أحسنتم إذن فاطمة هي الشخص الموجود في القصة طيب والبناء أي كيفية بناء القصة كيف قمنا بكتابتها من أول القصة إلى نهاية القصة هذه عناصر القصة طيب الآن سنقوم بتكوين قصة بالاستعانة بالصور والجمل التالية هذا التدريب عندكم في الكتاب نريد سويا أن نلاحظ الصورة نقرأ الجملة في الأسفل ثم نحاول أن نكتب قصة عن هذا الموضوع طيب صورة الجملة المكتوبة تحتها في الصباح كان الطريق مزدحما طيب الآن نريد أن نكتب قصة عنها عندما خرجنا إلى المدرسة في الصباح كان الطريق مزدحما لذلك حرص أبي على الخروج من المنزل باكرا حتى لا نتأخر عن موعد المدرسة إذن هذه القصة تدور أحداثها حول ماذا؟ حول الذهاب إلى المدرسة طيب الزمان والمكان الزمان الصباح الباكر طيب المكان الطريق الطريق الذهاب إلى المدرسة هذا هو المكان طيب الأشخاص أنا وأبي عندما ذهبنا إلى المدرسة إذن هذه هي مثال مصغر على قصة عندما خرجنا إلى المدرسة في الصباح الباكر كان الطريق مزدحما لذلك حرص أبي على الخروج من المنزل باكرا حتى لا نتأخر عن موعد المدرسة إذن هكذا أبنائي نستطيع أن نرتب قصة أن نرتب قصة من مجموعة من الجمل بهدف الإثارة والمتعة وكذلك للقصة عدة أهداف أخرى أتمنى أبنائي في المندرسة بالاستعارة أو بمساعدة زملائكم وبالتعاون معهم أن تقوموا بحل التدريبات في الكتاب كونوا قصة من خيالكم عن هذه الصورة وباستخدام الجملة أسفل الصورة أيضا بمساعدة الأهل في المنزل حاولوا أن تحكوا قصصا عن مواقف ورحلات ذهبتم فيها مع العائلة شكرا لحسن انتباهكم أتمنى أن يكونوا استفدنا من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته